طبعاً مهيئين ولكن لذلك نحن نقول لا نريد الإقليم نحن نريد أن نبقى جزء من هذا العراق وعاصمتنا بغداد ونحن في إذا انتصرت إرادة الجماهير قلني أقول لك بصريحة العبارة ومن الأخير في موقفنا إذا انتصرت إرادة الجماهير المنتفضة في الساحات وتم تنظيف العراق من هذه الأوساق والقضارات والفاسدين فإننا ستنشبث بالعراق موحداً بكل ما نملك من قوة وإذا انتصر الفاسدين وبقى سلاحهم هو الفصل وبقت هذه العصابات في السلطة ربما ليس نحن أن جماهير هذه المحافظات ستخوض حرب تحرير للتخلص من هذه العصابات الغاشمة التي تتصرف في محافظاتنا حالياً بأسوأ مما يتصرف المحتلين والغزاة وكان ظلمهم على أهلنا أشد من ظلم القوات الأمريكية عندما كانت تنتهك حقوق أهلنا في المعتقلات لأنهم فعلوا بنا أسوأ من ذلك نراهن على الجمهور الشيعي المنتفض أن يخلصنا ويخلص العراق جنوباً وشمالاً من ظلم هذه الميليشيات القاتلة أفهم من كلامك إذن فعلاً